أنا أنام على بطني وأرتاح في النوم بهذه الطريقة ما حكم هذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال هذه ضجعة يحبوها الشيطان ضجعة يحبوها الشيطان أو كما قال صلى الله عليه وسلم إذن لا تنم على بطنك رجلا كنت أمرأة وإنما إذا أردت أن تنام نم على جنبك الأيمن وصدرك ناحية القبلة أو رأسك في القبلة واجدر خلفها وإذا تقلبت بعدما تنام فرفع القلم عن ثلاثة النائم حتى يستيقل والصبي حتى يحتلم والمجنون حتى يفيق والله أعلم والحكماء يقولون حكماء النوم على أربعة أنواع نوم على الجانب الأيمن نوم الأنبياء والرسل ونوم على الجانب الأيصر ونوم الملوك ونوم على البطن ونوم الشياطين ونوم على الظهر ونوم المفكرين نعم المعتمد في كلامي نوم الأنبياء على الجانب الأيمن شكراً لكم